المنظمة القضايا القبرى المنظمة القضايا القبرى المنظمة القضايا 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 المنظمة القضايا 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 المنظمة القضايا 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 المنظمة القضايا 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 القضا أكثر من هذا الشيء هو أنه تحبزات ما يسمى بتحالي المخبارية سواء التي تكون لها كالدار في الخارج سواء بالنسبة للمامورية أو بالنسبة للمستشفى الرازل أكثر من هذا الشيء كان حالياً واحد للخباطة خطيرة كان ما يسمى بالنظام دير المساعدة الطبية كان صادقاً قالوا ندوزنا واحد العادة أوتوماتيك مو ما يسمى بني السنساس ويستبدون النظام دير التغطية الصحية الإجبارية العدد ديرهم قليل وبالتالي واحد نسبة كبرة في المغرب كله تقريباً دوزة ربعة المليون من 11 مليون في مراكش ما عرف لاش حال دوب دول لكن واحد عدد كبير ما داش أوتوماتيكياً ومشاكل سجيل اجتباقين حد الساعة لم يتوصل بما يفيد استفادته من التغطية الصحية الناس قلت قلت كرامية أرحم وأحسن من هذا النظام ما يسمى بالنظام دير التضامون الصحي إذن هذا كان تهالك تقريباً شي بالنهيار بعد مستشفى المامونية والأنطاكي خاصة بأن المامونية كان عرفوا تجاوز القرن باش تبنى في 1921 وليس ليس بتطعية تغنية إلى التغميم وإصلاح الأثيرت لهذا الدول هو لاي ما يستطيع إعتبر مستشفى إقليمي أو الكريم هو لاي ما يعتبرهون في استระ اكترة المستوى الأول و separated 35 المستوى الأول هو المستشفى الآخر المستوى الثاني والمستوى الأقليمية نحن معلنا نشط قريباً للمستوى الأقليمية المستوى الثالث هو مليت سبونسر إذن مرة أشكت خدمجوش المستوى الأول والثالث وهذا الأخضاع قبل ما تخرجوا ما تنسواش تابوناوا في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية